ما ترونه أمامكم هي منازل قديمة جداً تقع في مدينة البصرة بالعراق يعود تاريخ بعضها لأكثر من 300 عام السلطات العراقية ترغب اليوم بإحياء هذا التراث القديم فتعاونت مع منظمة اليونسكو في مبادرة لإعادة ترميم هذه المنازل وجذب السياح لها من جديد الآن لدينا ثمان من البيوت سوف ينتهي الترميمها بإذن الله بنهاية شهر تسعة أنهينا ترميم ثلاث من البيوت مطلة على النهر المنازل هذه تحمل اسم الشناشير وتبقى منها 11 منزلاً فقط بالمنطقة التي تسمى الحي المسيحي الأرمني نسبة للعائلات المسيحية التي كانت مقيمة فيه كانت في السابق تسمى منطقة حي الأرمن الأرمن المسيحيين الآن هي تسمى محلة الباشر هذه المنطقة سميت بهذا الاسم لأن العوائل المسيحية والطائفة المسيحية كانت تسكن هذه المنطقة وأيضاً ترتادها لوجود كنيسة تسمى كنيسة مارتومة يذكر أن عدد الأرمن في العراق كان يقدر بحوالي 25 ألفاً في عام 2003 وبعد نشوء الحرب في البلاد هاجر كثير منهم إلى أوروبا وأنحاء أخرى من العالم وفقاً لتقريراً نشره الاتحاد العام الأرمني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر